السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله النهاردة هنكمل شرح اللي يابع النهاردة هنشرح هنشرح الدرس الخامس والسادس. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو. وكمان تشتركوا معنا في قناة ميس انجليزي. وتفعلوا زر الجرس عشان نصلكوا كل فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. يلا نبدأ مع بعض. احنا في صفحة تلتمية اتنين وستين. على الدرس الخامس والسادس هناخد اللي هي المفردات هنبدأ بالكي اللي هي المفردات الرئيسية. نقرأ مع بعض. معناها مستمع. يقاطع الكلام. يتعامل مع او يتغلب على. خطير او get. meet up with. meet up with. يلتقي او يتقابل مع. filter. filter. معناها filter اللي هو معدل الصور. clear. clear. sorry. clear. واضح او صافي. understanding. understanding. معناها تفاهم. weather. weather. معناها يمانع او معناها يعارض او معناها عاكل. كverb وكنون. apelty. apelty. القدرة. tip. tip. على نصيحة. brainstorm. brainstorm. يقوم بالعاص في الزهن. يكمل. digital. digital. رقمي. word cloud. word cloud. سحابة الكلمات. poster. poster. بلسك. display. display. يعرض او يقدم. mirror. mirror. مرآة. diary. diary. مفكرة يومية. contact. contact. يتواصل او يتصل بي. instead. instead. بدلا من ذلك. نشوف مع بعض تصريف العفعال الغير منتظمة. give. يعطي. give. give. given. give. give. given. break. يقصر. break. broke. broken. break. broke. broken. mean يعني. mean meant meant. mean meant meant. meet up. يلتقي او يقابل. meet up. meet up. meet up. نشوف مع بعض بعض الدفينيشانز بعض التعريفات. cope with معناها يتعامل معه وتغلب على. manage or be able to do something although it's difficult. ينجح او يكون قادر على فعل شيء على الرغم منه هو صعب. filter. اللي هو filter معدل الصور. something on camera or computer that can change the way something looks. هي شيء في الكاميرا او في الكمبيوتر بيجعل الشخص بيستطيع تغيير شكل الشخص او كيف يبدو الشخص او الطريقة التي يظهر بها الشخص. interrupt معناه يقاطع الكلام. stop someone from speaking or doing something by suddenly speaking. ان انت تقف شخص من من الحديث او من فعل شيء بواسطة التحدث المفاكد. ده معناها interrupt. understanding اللي هو التفاهم. showing that you understand that person's feeling and situation. ان انت تبين ان انت فاهم مشاعر الشخص او موقفه. lonely معناها يشعر بالوحدة. unhappy because you are not with other people. انت غير سعيد على ان انت لست مع الناس الاخرين. ده معناها lonely يشعر بالوحدة. نشوف مع بعض الكلامات اللفظي. get ready. get ready. يستعد. get better. get better. يتحسن. go well. go well. يسير بشكل جيد. do work. do work. يقوم معمل. interrupt someone. interrupt someone. يقاطع حديث شخص. have an exam. have an exam. لديه امتحان. make sure. make sure. يتأكد. make a mistake. make a mistake. يخطأ. make a make questions. يقون اسئلة. give an example. give an example. يقدم مثال. give an advice. يقدم نصيحة. cope with a problem. cope with a problem. يتعامل مع مشكلة. نشوف سنة نمزة عند انت نمزة مترادفات ومتضادات. ask. يسأل. معناها questions. question. inquire. وعكسها respond. answer. reply. يستجيب او يرد. older. اكبر سنة. معناها elder. وعكسها younger. اصغر سنة. نشوف مع بعض. الصوفيكس er. اللي هي اللاحقة er. بتحول الفعل الى اسم. لسن يستمع. لسن نر مستمع. post yourself. بوستر. معناها ملصق. ال ing. اللاحقة. يحول الفعل الى اسم او صفة. understand يفهم. understanding معناها متفهم او معناها تفاهم. نشوف مع بعض كلمة clear. clear معناها ممكن تستخدم كآآ adjective صفة وكفيرب ايه فعل. كآ adjective معناها واضح او صافي. او ليه. it was clear to me that علي was a liar. liar كذاب. هنا lie معناها فعل lie معناها يجذب. هنا كمن الواضح ان علي كان كثب. in spring. you can see the sky clear and blue. تستطيع ان انت آآ طبعا هنا آآ آآ واضح هنا معناها السماء صفية او واضحة صفية. طيب clear معناها ينظف المخلفات او يزيل او يزيل المخلفات. ينظف او يزيل المخلفات. انا آآ انا يجب اننا كان يجب اننا انظف الدسك بتاعي قبل ما ايه ما اغادر. without معناها بدونه. بيجو وراها النون اللي هو الاسم او الفيرب زاد الاي اني جي. او without sleep بدون آآ without sleep بدون النوم we wouldn't be able to work. احنا مش هنظن هنا. listen استمع without interrupting me. استمع بدون مقاطعتي. listen بيجو وراها. طبعا وزاوت بيجو وراها الفيرب زاد الاي اني جي او النون. نشوف help يعني يساعد. help هنا معناه يساعد. لكن help بيجي وراها مفعول او ضمين المفعول طبعا بيجي وراها infinitive فعل في المصدر او to زاد الفعل في المصدر اقول ايه. try to help me explain my feeling او to explain my feeling. يا اما explain يا اما to explain. طيب make زاد المفعول بيجي وراها infinitive الفعل في المصدر. his cruel words اسكلماته القاسية. made her feel sad. فعل في المصدر ولكن بدون ايه? بدون to. anymore and no more and no longer. معناها لم يعود. طيب anymore and no more anymore. anymore معناها تستخدم دائما مع فعل منفي. يعني في not. ننفي بقبلها الفعل. he الفعل دا يكون منفي. لكن anymore no more. هي بتدل على النافي. فالفعل معها بيكون ايه? مثبت. he she is no more worried. يبقى anymore لازم فعلها يكون منفي. لكن no more فعلها يكون مثبت لان هي بتفيد الايه? النافي. important expressions and propositions. tell me what to do. اخبرني عن ماذا افعل. talk about. يتحدث عن. without interrupting me. بدون مقاطعتي. make coffee for. يعد او اصنع القهوة. ليه? make you feel. يجعلك تشعر. have a terrible day. يقضي يوما سيئ. go on. يستمر. tell about. يخبر عن. unhappy about. حازين بشاء. in the mirror. في المرآة. do more good work. يعمل مزيد من العمل الجيد. look so good. يبدو جذاب جدا. so do something else. يعمل شيء اخر. agree on. يوافق او يتفق هذا. first of all. اولا قبل كل شيء. help with. يساعد فيه. بعد ما شفنا مع بعض الفوكابلرين. شوف مع بعض الليسنينج على الدرس الايه? على الليسنينج وريدينج. على الدرس الخامس والسادس. اولا نحن نوضي الليسنينج على الدرس الخامس. اللي هي الكونفرزيشن وان المحادسة الاولى. بين boy and boy one and boy two. بيقول my friends aren't talking to me anymore. اني مور اهي. جيل فعلي معاها aren't من في. اصدقائي لم يعدوا يتحدثوا معي بعد الان. I feel really depressed about it. وانا اشعر بالاحباط. اه. I don't know what to do. انا مش عارف اعمل ايه. قال له اوه don't worry about them. لا تقلق تجاههم. they are boring anymore. هم اصلا اه هم مملين. اه. they can find you can find new friends. تستطيع ان انت تجد اصدقائي اخرين. طيب الكونفرزيشن two. between boy three and boy four. what's wrong يا خالد? ايه ايه المشكلة يا خالد? قال له I am really worried about something. انا انا قلب تجاه شي. قال له tell me about it. what happened? ايه اللي حصل? اخبرني. قال له I heard some bad news yesterday. وقف كده. قال له انا سمعت اخبار سيئة بالامس. وقف كده. قال له go on. استمر. it might help to talk about it you know. ممكن ده يساعدك. انت انت عارف طبعا ان انت ممكن ده يساعد. طيب. conversation three. من girl one و girl two. بتقول لها. I think I am going to fail my exams. اعتقد ان انا هفشل في اختباراتي. قلت لها well you aren't the only one. مش انت الوحدي. I am doing bad to bad to. انا قدت سيئا ايضا. فردت على قلت لها but I really want to get good results. انا اود ان احصل على درجات جيد. I want to go to university and study medicine. انا اريد ان ادخل الجامعة وادرستي. اتلاها I don't want to go to university. انا لا اريد ان اذهب الى الجامعة. I want to get a job as soon as possible. انا اريد ان احصل على وظيفة بقدر المستطاع. وكمان اربح مال. have I told you about my plan to travel to America? هل سبق ان لنا اخبرتك عن اه خطتي للذهاب الى امريكا? نيجي هنا المحادسة الرابعة. اه جيل اللي ثري بتكلم جيل اللي فور بتقول لها I am worried about my friend. انا اه قلقة عن صديقتي. she has got a new group of friends and I think they are not good for her. هي طبعا بتمتلك اه مجموعة جديدة من الاصدقاء واعتقد انه هما مش جايدين له. I see what makes you say that? اللي بيخليك تقولي كده. قلت لها she just seems different. هي بتبدو مختلف. she is not the same person I used to know. هي لم تعدش نفس الشخص اللي انا اعرف. قلت لها it's clear you are unhappy about it. من المواضح ان انت طبعا اه غير سعيدة بذلك. can you give me an example of what you mean? هل تستطيع ان انت تخبريني مسال عن ما تعني? قلت لها she is not working hard at school anymore. هي لم تعد طبعا تعمل بجد في المدرسة بعد الان. when I speak to her about it. اما اتحدث عنها آآ لها عن ذلك. she just loves and says I am born. هي بس بتضحك وبتقولي ان انا باقيت مومل. قلت لها that must make you feel very sad. ده لابد انه بيجعلك تشعري بالحزن. نشوف مازم بيكلم ماضر بيقول لها اي هذا تربل ضيات انا كان عندي يوم سيء في المدرسة. قلت له tell me about it what happened. اخبرني عنه ايه اللي حصل. قلت له. قلت له it was my english class you see. ده كان حصة الانجليزي بتاعتي انتي تفهمي. ووقف كده قلت له go on it might help you to talk about it you know. ده ممكن يساعدك. الكلام ده ممكن يساعدك. انت تعرف. قال لها we had a test and i was lost in the class. ده كان عندنا انتحان وانا طلعت الاخير في الفصل. that must make you feel very sad. ده لابد انه بيجعلك تشعر بالسوء. قال لها it was so difficult. كان صعب جدا. can you give me an example of what you mean? ممكن تديني مثال ما تعنيه. قال لها well. i didn't understand what they wanted me to write. انا مفهمتش هم عايزيني اكتب جي. قال لقات له it's clear you are unhappy about it. من الواضح ان انت طبعا غير ساعد بذلك. why don't you talk to the t-shirt? ولما لا تتحدث الى المدرس. بعد كده نشوف ريدنج على الدرس السادس. داليا بتستعد للمدرسة. هي بتستطيع ان هي تسمع والديها بيتكلم مع اخوها الاكبر. he is not doing well at school. هو لا يؤدي جيدا في الامتحان. and they are worried about his exams. وهم قلقين طبعا على الامتحان بتاعه. اه. she is worried about her brother too. هي قلق على اخوها ايضا. before leaving for school. قبل ما تغادر للمدرسة. she says goodbye to her brother. قالت لها goodbye. he doesn't look happy and this makes her feel even worse. هو لم يبدو سعيد. وده بيجعلها تشعر اكثر بالسوق. داليا. داليا حاولت ان هي توقف اخوها. stop two. stop two زاد الفعل في المصدر. stop two كنا شرحنا. stop two. الفرق بين stop two. والفرق بين stop two. زاد الفرب زاد الing. وقلنا ان stop two يعني توقف لفعل شيء. stop verba ing معنى يتوقف عن فعل الشيء نهائيا. آآ ولكن هي. she tells him that he should study. هي اخبرته ان هو يجب ان هو يدرس. but he does not listen. هو لا يستمع. then she looks on social media for some advice. هي بعد كده نظرت في social media لبعض النصيحة. but she can't find anything useful. ولكن هي لم تستطع انتجت اي شيء مفيد. بدلا من ذلك. بدلا من ذلك اصدقائها طبعا اخبروها آآ عن اليوم اللي هي عن اليوم عن ما فعلوه ذلك اليوم. اول يوم الاول يوم كعلوم طبعا. داليا بتؤدي جيدا وتأوي طبعا آآ عملت عمل جيد. بعض الظهر اختباء آآ درس بعض الظهر ما كانتش جيدة. داليا لا تستطيع التوقف في التفكير عن آآ آآ اخوها طبعا آآ هي آآ ازاي تقدر ان هي تتنع ان هو طبعا يعمل اكتر بجد داليا جوزهم. داليا بتروح البيت واخوها بيلعب العاب الفيديو ووالديها مش عارفين يعملونه ايه. هي عايزة تخبر اصدقاء صديقاتها عن آآ آآ قلقها ده ولكن هي بتجد صعوبة في الحادثة عن مشاعرها ولذلك هي اكبرتهم ان هي عندها يوم جاي. نشوف بعد كده اصدقاء طاها كلهم بيعيشوا بالقرب من مدرسة لما بيخلصوا الوقت بتاعهم كلهم بيتقبلهم عشان يلعبوا في الحقيقة. احيانا بيساعدوا بعضهم البعض في بعض العمل المدرسة. ايضا. طاها بيعيش بعيد عن المدرسة. بتستغرق منه ساعة. علشان يصل البيت في آآ السقارية الصغيرة بتاعته. هو ليس لديه اب. هو قلق طبعا علشان ممته تعبانة. لذلك لما بيذهب البيت. هو يجب عليه ان هو يعتني باخوته الصغير. اخواته واخوته البنات الصغيرين. ما عندهوش وقت ان هو يعمل العمل المدرسي بتاعه. طبعا الايميل ده ايميل كتباه ريهام اللي هي صديقة داليا اللي احنا لسه طبعا متكلمين عنها وعن مشكلة اخوها اللي هو بيلعب فيديو جيم. فكتبها هاي فرينديس كتبها اللي اصدقائها اي وانت تو رايت اباوت داليا انا اريد انا اتحدث عن داليا واكتب عن داليا اي ويل ستورس باي سينج وي مست دو سامسينج ابدأ او اود وانا ابدأ انا سوف ابدأ كلامي طبعا حديثي بان احنا يجب ان احنا نفعل شيء افوضو ناصل اللي احنا ما عملناه شيء داليا وفي داليا هتشعر بالوحدة تستمر في الشعور بالوحدة عند ابسط وان هي متضايق وده مش هيساعد اولا اه اه اولا اتود بي اجود ايديا توقتو داليا حيكون من فكرة جيدة ان احنا نتحدث مع داليا في الانجلس اللي يجب ان احنا انها تغبرنا مش عارة وبعد كده احنا هنعرف ازاي افضل طريقة ان احنا نساندها او ندعمها بها ثانيا ولما نتحدث للمدرس مدرسها اعتقد انه هيكون من الصعب ان احنا نتحدث مع والديها ولكن المدرس هستطيع ان هو يقول لهم ان داليا قلقة بخصوص اخوه اعتقد ان ده طبعا اه حيساعد اخيرا اه طبعا احنا يجب ان احنا نقول لها ان احنا فخرين بكونها صديقات يجب ان احنا نساعدها في العمل المدرسة بتاعها ان اخدها برا بهدف ان هي تشعر بتحسن بعد المدرسة اه ده حيجعلها تشعر بتحسن هل كلكم موافقين اكتبوا لي ايميل ايميل هنا معناها ارسلوا لي ايميل وخلوني اشوف افضل تمنياتي رهاب نشوف بعد كده بيقول انا قلقة انا قلقة عند اتجاه صديقاتي او على صديقاتي شيء صوء عن حبي ايام بيرانس هي ليست سعيدة جدا عن المظهر او راضية عن المظهر بتاعها ازاي طبعا ان انا اسعيدها ان هي تشعر بيجابية عن نفسها الناس كل الناس بتحبها وهي فازت بجوازل عن الرسم بتاعها الشيء السلبي الوحيد اللي فيها ان هي اه رأيها في نفسها وده ضر جدا بالصحة النفسية او العقلية بتاعتها. فبتقول انا طبعا اه طبعا حزينة او اسفة ان انا اه اراها ان هي بتشعر بهذه الطريقة. طبعا انتي قلت ان هي اه بفازت بجواز طبعا انتي يجب ان انت تغبريها انجاز عظيم. انا هنا بننتقل طبعا لمشكلة تانية. دي انا انا طبعا اه انتقلت اه الى فصلي اه وانا كنت الوحيد اللي مش من الدولة انا محرج ان انا اتكلم مع الناس اه علشان طبعا ان انا ما بتكلمش اللغة ديدا. ما قلتش لحد عن كده. عايزو سير. ولدينا. ولدي حاسين ان انا اشعر بالوحدة ولكن مش عارفة اللي ماذا. دي الحل بقى. اه ممكن يكون اه شعور ضديك ان انت تكون اه الشخص الوحيد من الدولة من الدولة اخرى. لا تقلق عن اه اللغة بتاعتك. قدرتك على اللغة. تراي تو بريث ان او اتقل ملي حاول انت تتنفذ شيك وزفير بهدوء. بعدك هتحدث للناس. لا احد يمانع عندما اه يخطأ الناس. خلصنا شرح الدرس الخامس والسادس. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله ينحل اسئلة اليونت كاملة في كتاب المعاصر. ما تنسوش اشتركوا معنا في قناة ميس انجليزي. وتفعروا زر الجرس عشان تسلكوا كل فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. مع تمنياتي بدوام التفوق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.